قال الرئيس والتونسي قيس السعيد أن التونسيين سيصنعون جلاء جديدا ليس من قوى الاستعمار ولكن أيضا من عملائه الخارج وشدد خلال إشرافه السبت على موكب إحياء الذكرى التاسعة والخمسين لعيد الجلاء بمحافظة بنزرت شمال تونس شدد على أن جلاء جديدا سيحصل في تونس حتى تتخلص من كل من يريد ضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا خائنا على حد تعبيره شكرا